اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلينا احنا بنبتدي الحلقة النهاردة الاسبوع الرابع او الاسبوع الرابع من الدورة الممتاز كان في مباريات النهاردة يمكن اسبوع ابتدى من يوم الخميس كانت بمبارات وادي ديجلة وفازت سموحة 2-1 على وادي ديجلة ايضا فوز الجونة على اسوان بواحد سفر وفوز غزل المحلة امبارح طبعا كان مباراة رائعة وفي استاد غزل المحلة اللي يمكن برجع مرة تانية استاد غزل المحلة لان يكون فيه مباريات وبنشوف دايما الكلاسيكيات الخاصة به هذا الاستاد الجميل ويمكن ان برح فوز كبير لغزل المحلة 2-1 على طلاع الجيش اما مبارات الاسماعيلي والبنك الاهلي وتعادل سادل بـ 0-0 النهاردة كان فيه مباريات ايضا ما بين الانتاج الحربي والمقاولون العرب فوز الانتاج الحربي او الفوز طبعا للانتاج الحربي هذا الموسم وتالت او يعني دي تعتبر تالت هزيمة للمقاولون العرب في الموسم لان مقاولون العرب حتى الان بالرغم ان هو كان موجود في المربع الزهبي الموسم السابق لكن مش عارف يكسب اي مباراة هذا الموسم وتعادل ايجابي ما بين مصر المقصة والمصري البورسعي دي مباريات اليوم طبعا فيه مباريات هتتلعب ان شاء الله يوم من اثنين المؤجلات الخاصة بالاسبوع الثالث سموحة والزمالك وايضا الاهلي والاتحاد طبعا ما بعد طبعا تأجيل مباراة القمة فبالتالي ده دخل او المبارياتين دول دخلوا في هذا التوقيت بدلا من مباراة القمة اللي كانت اقامة في نفس التوقيت اللي هو يوم 28 ديسمبر 2020 طبعا هنتكلم على المباريات النهاردة والامور الخاصة الفنية مع كابتن محمود ابو الدهب بعد الفاصل ان شاء الله او ببقى هيكون معنا في الجزء التاني من الحلقة لكن خلينا ابتدي معكم من الاخبار ابتديها بخبر ممكن يكون مهم لكل الزمال كوي احنا في فكرة التجديد والتمديد ما زالت مستمرة بالنسبة لجمهنا الزمالك لنجومه الكبار طبعا عندنا خمس فيه لجنة مشكلة الخمس نجوم متواجدين داخل نادي الزمالك منهم فرجان السياسي اوباما جنش المجموعة دي كلها يعني عشان انا منساش الاسامي اكتر لكن خليني هاخدش لكم في جزئية مهمة جدا وهي جزئية اوباما ويمكن عندي في اخر سردي للحادث نفسه خبر مهم وده اللي يمكن ده الاهم في الخبر يمكن الاخبار عن اوباما انه هو بعد 72 ساعة هيكون الامور بالنسبة لي اوباما انتهي ده الكلام ده من 3 ايام بناء على جلسة حدثت ما بين كابتن حسين السيد وما بين اوباما لكن 72 ساعة انتهوا وحتى الان اوباما ما جدتش امكان واحنا بنتكلم او في الفترة اللي فاتت كابتن ايمان يونيس كان دائما على اتصال باوباما في بعض الاحيان اوباما بيرود في بعض الاحيان ما كانش بيرود لكن في الاخر اوباما في كل مرة هو مصر على مبلغ معين مبلغ في التفاوض ما بين وما بين نجزة مالك مبلغ معين هو المساواة مع كابتن الفريق طارق حامد هو 17 مليون جنيه هو بيتكلم في الراجل شايف ان تقديره نفسه بالشكل ده يا اما اه هو طارق حامد هو اللي بياخد الرقم ده عشان بس نبقى المتفقين يا اما نجزة مالك يوافق على هذه الجزئية يا اما خلاص انا بالنسبة له او بالنسبة لوباما هو عنده حاجة تانية واللي مقوية قلبه وانا هقولها لكم في اخر سردي للكلام اللي انا بقول وبالتالي كل مكالمة من بين كابتن ايمان يونس وكابتن يوسف اوباما هو الوضع ده ان هو مصمم على المبلغ ده بالتساوي مع نجم الفريق كابتن طارق حامد وبالتالي كان كلام ان بعد 72 ساعة ده الكلام اللي اخدناه من المصدر داخل ناتزة مالك ان هيتم التجديد لوباما لكن ده ما حصلش حتى الان وزي ما بقوله حالكم كان الكلام ما بين كابتن ايمان يونس في كل مرة مع اوباما هو نفس الكلام في كل مكالمة اللي هو المبلغ ل 17 مليون لكن هقول لكم ايه الخبر اللي ممكن مقوي قلب اوباما ان اوباما وقع لنادي بيراميدز بمبلغ 20 مليون جنيه في السنة 20 مليون جنيه في السنة اوباما وقع ب20 مليون جنيه في السنة لنادي بيراميدز ده اللي ممكن زي ما بقول لكم بقلب اي العيب ان هو بيكون ساند على مكان تاني ساند على مبلغ اكبر من مبلغ اللي ممكن يكون هو طلبه في نادي لانه وضع طبيعي اوباما يمكن كان 8 مليون او المبلغ كان مفروض لما بيتضعف ممكن يبقى 8 مليون طبعا اوباما مش عايز كده اوباما عايز المبلغ بتاعه يوصل زي ما قلت لكم لمبلغ 17 مليون وده في حد ذاته بالنسبة النادي زي مالك اعتقد ان هو ممكن يكون مبلغ كان مبالغ فيه من ناحية اوباما او طلب من اوباما انا زي مالك كان ممكن بيتكلم 8 مليون اه ويدفع يدفع 10 مليون 12 مليون لكن ان يوصل لل 17 مليون اعتقد ده كان صدمة داخل نادي الزمالك لكن هنقول المفاوضات موجودة من نادي الزمالك مع اوباما خصوصا ان هو مدي باب مفتوح او مواربه بشكل ما بالرغم من زي ما اقول لكم هو موقع في نادي بيرامدز بالمبلغ اللي انا قلت لحضراتكم عليه اللي هو 20 مليون لكن هو زي ما اقول لكم فاتح الباب ومتمسك بال 17 مليون يا اما اه يا اما انا في الحتة التانية سيبكم بقى واحنا بنتكلم على فيه اندية تانية بتفاوضوا اه في اندية تانية بتفاوضوا في مصر لكن الراجل خلاص اخد القرار بتاعه في جزئية بيرامدز ده بالنسبة لأوباما واعتقد هنشوف الفترة الجاية نادي الزمالك او اللجنة المكلفة بإقدارة نادي الزمالك هو جهز الكرة ولجنة الكرة الامور هتتعامل ازاي مع الموقف مع اوباما وبالتالي هو الراجل زي ما بولوكم ظهره مسنود من ورا بانه هو ماضي عقد وبمبلغ مميز بالنسبة له وبالنسبة لأي لاعب الصراحة 20 مليون في السنة في التوقيت الحالي بالنسبة الكمان اللي عرضه نادي الزمالك عليه اللي هو 8 مليون اعتقد فرق كبير جدا جدا بالنسبة لأوباما لكن هنشوف المفاوضات وهنشوف الفترة اللي جاية احنا فيه بنتكلم ان فيه توقيع لأوباما لنادي بيراميز انا بقول لكم معلومة مؤكدة ان أوباما اعمل هذه جزئة وقع بشكل كبير مع نادي بيراميز في اطار نفس الامور الخاصة اللعبين في الداخل النادي الزمالك انا انا بشفق صراحة على لجنة الكرة داخل النادي الزمالك والامور الخاصة بتجديد وتمديد اللعبين وان فيه لعيبة كمان اللجنة بتحاول تزود عقدها الامور بالنسبة لهم ملفات كتير وملفات مع نجوم داخل النادي الزمالك صفى محمد كان فيه جلسة ايضا مع كابتن ايمان يونس وكان طبعا زي ما اتكلمنا قلنا ان الوكلة اللي تبع مصطفى محمد او اللي مصطفى محمد بيتعامل معهم متواجدين في المفاوضات وفي الجلسات الخاصة بالمفاوضات الخاصة باحترافه في سانتيتيان في فرنسا وبالتالي كان فيه عرض مقدم قبل كده باثنين ونصف مليون لكن مصطفى محمد دخل ايضا بعرض تاني مع الوكلة بأربعة ونصف مليون يورو ده غير البونوس او لو في بعض طبعا الشروط بتبقى موجودة في حالة لو هو جاب جوان في حالة ان هو عمل اسست الامور دي ممكن بالنسبة كمان لنزة مالك تبقى جزء من العقد ده الكلام اللي حصل في جلسة كابتن اهيمان يونس مع مصطفى محمد الاخيرة وفي الاخر في الاخر نزة مالك اتكلم وقال وطلع فيه قال ان الموضوع شفه فقط مفيش عرض رسمي لكن هل ممكن بعد يومين ثلاثة اه بعد يومين ثلاثة نلاقي عرض رسمي من سان تتيان بالنسبة لي يا مصطفى محمد هنشوف فيه هذه الجزء خلينا نروح لواحد من نجوم نادي الزمالك الكبار يعني واحد من اللعبين المميزين اللي أسروا بشكل كبير في تاريخ نادي الزمالك من اللعبين اللي كانوا مميزين جدا في خط الوسط صديقي وزميلي كابتن ايمان عبدالعزيز تحياتي لي كابتن ايمان مبارك هي حبيبي ربنا يخلي الحمد لله يا رب ده من بخير ايمان الحمد لله شكرا طيب كابتن ايمان خليني يعني اخذك انت واحد من نجوم نادي الزمالك يعني مشهد داخل نادي الزمالك فيه تمديد وتجديد بعض رقود اللعبين وكلام كتير فيه هذه الجزء شايفوا زي كابتن ايمان بصة يعني تريبا هو عندما الموضوع كله بيتلخص سافي اعتقد ومصطفى سافي معندوش مشكلة في حاجة لان يعني سافي حابب الزمالك وحابب الزمالك وحابب العيشة في مصر وهو مرتاح هنا وقدم كتير يعني وهو يعني حتى في سنين حياته كلها اللي لعبها يعني اعتقد ان دي افضل سنين حياته بالعب بالزمالك حقيقي هو راجل بيتكلم في كده فعل بس بس كنت ايمان انت عارف انت راجل كنت محترف الجزء المادي خصوصا للعبين اللي هما يعني مش مصريين بيبقى الاهم بالنسبالهم بغض النظر هو سعيد ومبسوط اه لكن الجزء المادي كل ما بيبقى اكبر كل طبعا ما الدغوط بالنسباله بتبقى بيفكر اكتر في حتة الفلوس كابتن ايمان ماشي بس بص هو يعني بعقله الساسي اعتقد ان هو يعني مش حيطي معه جدا المبلغ المالي خصوصا اني هتلاقي العروض اللي جاية ممكن للساسي مش هتوب عبيدة عن نفس زماني ام فانت في الاخر انت الكيميا بتاعتك رجبت على النادي او خلاص الكرة بتاعتك وانت مبسوط هنا وحققت بطولات ام واحد حاجة كتير وبقيت برضو عندك شعبية كبيرة في مصر ونفس زماني كنادي كبير فانت في الاخر مرتاح لما بتلاقي الفروق قليلة فعاكيد هتقتر المكان انت مرتاح فيه ده من نسبال تلك ام موضوع بسيط عندك المشكلة كبيرة في مصطفى مصطفى ايدي المشكلة اللي حتقبل انت كابتن انت خدت واحد برضو خدت تجربته واحد في السن ده وبيشوف واحد زي محمد صلاح بيشوف لعيبة مجتريزي يعني برضو فكرة النجومية واوروبا والفلوس كمان بس عشان بس ان بقى متفقين يا كابتن ايمان اكيد بتخليه يحلم بانه هو يطلع في التوقيت ده بالذات فيعني انتو كنات زي مالك او نجومنا زي مالك يعني لو انت بتتكلم لو انت بعيد عن المهام الرسمية ممكن تقوله ايه او تتعامل معه ازاي ما هي دي النقطة ماشي بس اه برضو عايز اقول لك احنا مش عايزين نقيس على محمد صلاح اي حاجة محمد صلاح يعني تفرى في الكرة ما اعتقد انها صعبة تتكرر يعني مصطفى محمد عندهم كانت كبيرة لكن محمد صلاح راح بحيثة تانية غير الناس كلها ويعني وفي حاجات كتير حصلت فساعدته وامكانياته هو راجل اشتغل على نفسه مصطفى زي ما قلت لك ترت كويس قوي لكن في الاخر لما هتيجي تقيس هتقول ان مصطفى عنده فرصة احسن ان هو يعد ويفكر تمام ان بعد الاولمبيات هتجيله حاجات افضل من كده كتير لو قدى بنفس الشكل اللي بيقدي به دلوقتي او اللي قدى به في بطولة افريقيا اللي كانت في مصر فهو عنده فرصة افضل من كده بكتير الاخر انت لما تجي تقيس امكانات مصطفى لازم تروح حتة افضل من سانت تيام بكتير لان اعتقد حوالي كان موبالوات في الدور الفرنسي عنده تمط وليلة جدا ومن فرق المهبدة ان هو اعتقد ابعد من الناس يعني هو التالف من تحت فالفنين بونط اعتقد او تارت بونط فانت في الاخر اتروح تعاني فانت عايز مكاني يساعدك فانت تخيل ان مصطفى مثلا راح تان تتيان ولزه درجة تعاني ايه الشكل فلما تجي تفكر تقول ان مصطفى يعني صغير فمحتاج ان حد ينصحه نصيحة يقول له لا لازم تصبر لازم يعني تخرج وانات كلها راضية في نات الزمالك كعان ان انت تخرج بالشكل اللي يليه بيك ويليه بنات الزمالك تمام لان انا قبل كده لما اتقلت قالولي مصطفى محتاج ايه تمام قلت له مصطفى مش محتاج اي عاجة مصطفى محتاج معلش اتماخ بتفكر له مصطفى عنده مم لكن هو مازال صغير ممكن يكون مش عارك يفكر لنفسه طب بالنسبة للدورة يا كابتن ايمن هل انت برضو عندك تعقيب على الدور اللي ممكن يشارك فيه هل دور فرنسي يعني احنا شفنا برضو نجوم كتيرة تلعت في الاول في دوري زي الدوري السويسري في البداية وبعد كده تدراجت حتى وصول مثلا زيما برضو هلارجع لمحمد صلح محمد طلاف اه وبرضو تريزيجي لان تريزيجي راح الدوري التوركي وانتخل مرة اخرى للدوري الانجليزي يعني برضو دي جوز ايه برضو مهمة يعني لو انت حتى ايو ماش انا قلتلك انا مش مختلف معك ده انا مختلف معك في وقت الطلوع والنادي اللي انت بتختاره ويعني في الاخر لما تريزيجي راح تركيا راح نادي كويس تمام من اول السنة ورجل اشتغل معهم كويس فقدر يجو له ورود كويس محمد صلاح لما راح سويسرا راح برضو في بداية السنة ورجل اشتغل على نفسه وبعد كده راح زي ما قلتلك انجلترا كانت تنقلة صعبة بالنسباله فحصلت له مشاكل ما لعبش راح نقلة اقل منها بشوية ايطاليا عشان يرجع ايه من النقلات بتاعته كلها مزبوط فالاختيار مهم جدا جدا وتوقيت الاختيار نفسه او توقيت الانتقال نفسه لازم يحدد لك حاجة كتير يعني من نصائح ان انت مثلا ما تروحش فرقة بين الدورين بتعاني عشان انت كمان ما تعانيش معهم وفي الاخر تخسر ان انت بتخسر اسمك ان انت في الاخر روحت فرقة وتحسبت عليك ان انت هبطت معاهم فممكن ما تددولك قاعدك فتلعب درجة تانية في فرنسا بدل مسلا ما تلعب الالومبيات وتطلع من الالومبيات ربنا يا كريمك مسلا على مكان في انجلترا على مكان في ايطاليا فالنقلة بتاعتك تبقى اكبر ومن اول السنة وعرض يليق بيك ويليق بنات الزمالك وفي الاخر بنات الزمالك لي جميلة عندك او لي دين فرقبتك لازم تسدده الاول لان انت في الاخر لسه ملعبتش كتير او محقتش حاجة بنات الزمالك كتير اوباما كانت انهلم شايفه ممكن يجدد لا اوباما يجدد لا يجدد في ناس معلاش خلاف هتجدد في النادي يعني زي ما قلتلك تاسي بنسبة 2500% هتلاقيه بي يجدد اوباما نفس الموضوع ايه كابتن ايمن انت طبعا جوه ندز مالك لكن كان في مهلة لاباما انه هو يجدد حتى الان يعني مهلة عدت وحتى الان ما جددش هو اللي هتلاقي الموضوع كله خلي بالك بس في تدبير فلوس في موايد فلوس في الناس برضو لعيب الكورة عايز يضمن حقه فادي ما اختلفناش فيها ولا هنختلف فيها ابدا لعيب الكورة عنده فترة معينة في حياته وبيلعبها لازم نستفيد فيها وانتعرف ان الفترة دي خصوصا ثمات كل اللعيبة بتبص للمقابل المادي اكتر طبعا طبعا عارف انه بين لحظة والتانية ممكن تحصل حاجة فالناس كلها تقلب عليه فيخسر كل حاجة موجودة فكل واحد من حاول يقامل مستقبل لكن الحاجة الاخيرة انت بترجع لها انه هو اللعيب مرتضي او مش مرتضي ان هو يبقى موجود في نات الزمال ووباما مرتضي ان هو موجود في نات الزمال بتقع تبتفي باع المقابل المادي وتحدد امكانيات النادي ان انت هتاخد حاجتك امتى او هتبتدي تاخد دفعتك امتى ده الحاجات اللي هي ممكن تكون تطوي طبعا عايز اسألك كابتن ايمان يعني هو العرض المقدم لأوباما بتمانية مليون هو اللعيب عايز ياخد زيه زي طريق حامل انت بتنصحه بايه في حاجة زي كده او هل انت مع اوباما في حاجة زي كده او مش معاه لأ انا مش مع حد يقول انا عايز زيه فلان اه انت ملكش لقى بحد كل واحد ربنا متديله قدرات وكل واحد ربنا حطه في حتة فانت بتقيم نفسك على الاساس اللي انت بتقيس به نفسك متقسش على طريق حامل متقسش على ايمان متقسش على فاروق متقسش على نفسك انت وتشوف ان الحاجة دي راضيات او مش راضيات وتقسش على انت متقلش ان عايز زيه فلان اني في الاخر ده رزي اتعرب بنا صحيح صحيح يعني انت شاف ان اوباما كابتن من خلال وجودك داخل فريق قبل كده ودواجدك مع الفريق ان هو حابب التواجد داخل نادي زيه مالك اه طب مهما كانت الضغوطها كابتن من برا مهما كانت الضغوط من برا اه انا عارف يعني فيه ناس اقدر اقول لك لا ما تسألني هيجد اه هيجد. لما تسألني هيقعد في النادي اه هيقعد في النادي. وببعض من الناس دي. تقدر لك ان هو يقعد في النادي ان هو بيحب النادي وعايز يعمل حاجة وهو من لعيبة المهمة جدا 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 في زمان اختلابك فترة اخيلة. والله كابتن ايمد تعارف تخوية. بس الموضوع ما بقاش مضمون. احنا شوفنا ناس في اندية كبيرة يعني كانت ابن النادي وبعد كده اتحول. الفلوس انا بتكلم على رمضان طبعا. الفرقات كبيرة اوي. يعني فرقات رمضان كبيرة اوي. لكن مش هتلاقي مسلا فرقات اوباما كبيرة. فلما تيجي توقع التقارد لا انا هختار الجمالك. اختار المكان اللي انا بلعبت. المكان اللي مساحتي. مكان اللي اتربطتي. لكن لما تتكلمني الفرقات فارقام خيالية لا طبعا اختار مصلحتي. طيب كابتن هاسألك. سواء اخير قبل ماقفل معك كابتن ايمان. ده اقول لي حبيب. زمالك هياخد دور السنة دي. وانده ما تقدرش تقول من ياخد دور السنة دي. ولا تقدرتو زمالك وزدورتو الاهلي ولا تقدرتو بيرامل. ثلثة في البدايات كلها. فاللي يقول لك ده يبقى راجل ما عايز بقى يخش في الفلك ويخش في علم الغيب عشان يقول لك لا لا زمالك. اما تيجي تقلني كزمالكة وقول لك اه الزمالك يكسب الدور. بس البدايات بتفرق كانت السنة دي. السنة فاتت كانت البدايات بالنسبة للزمالك لحد ما كانت هي اللي بعديته عن الموقف بالنفسة. البدايات السنة دي كويسة. صح؟ مزروف. عشان كلا مسألة. لما أنا بقول لك الزمالك لما تيجي تقعد تحسيبك ككورة. الزمالك عنده كل الامكانات موقفة بالدور السنة. مم. يبقى ايه؟ يبقى الاستقرار. الاستقرار الفني والاستقرار المادي. هو ده الموضوع بس اللي هيفرق. ان انت هتقدر تحافز على الفرقة والهيكل الاساسي التاع الفرقة واللعيبة اللي موجودة. تقدر تكمل بيها من غير مشاكل. ويكتب الدوري ويكتب الكهاز كل البطولات اللي العفت فيها يقدر ينافس عليها بنسبة 100% عشان العناصر اللي بي يمتلكها. مم. كنت نعمل انا مشكورك ويا رب دايما بخير. ونشوفك في احسن حركة نعمل عبدالعزيز نجم من نادي الزمالك السابق. طبعا واحد من افضل لعيب خط الوسط اللي جنب في تاريخ مصر. يعني واحد من الشخصيات المميزة. خلينا نروح بقى للنادي الاهلي. ويمكن كلام كتير في الفترة الاخيرة. وما زال النادي الاهلي بيبحث عن المهاجم السوبر بالنسبة له. حط طبعا بعض الاسماء. والاهم بالنسبة له هو سيرينو لعب سانداونز. طبعا لاحزنا في بطولة افريقيا في دوري 32 دور التمهيدي. ان سانداونز ما اشركش اللاعب في البطولة. لان شرط النادي الاهلي ان لو اللاعب لعب في بطولة افريقيا انه خلاص صفقة بالنسبة له انتهت. مش هيبقى فيه مفاوضات ولا هتستكمل المفاوضات. وده اللي حصل فعلا في مباراته في بطولة افريقيا في الدوري التمهيدي دوري 32. وبالتالي المفاوضات مازالت مستمرة. لعب قبل رغبته. وبالنسبة له النادي الاهلي ووجوده في النادي الاهلي. لكن الجزء المادي. هل هي بتقترب؟ اه بتقترب بشكل كبير. نادي الاهلي بيحاول يوصل مع المسؤولين لرقم يكون مناسب للنادي الاهلي. وفي نفس الوقت يكون مرضي بالنسبة له ادارة سانداونز. هنشوف ممكن يناير النادي الاهلي حاطت بلان بيه. لو احنا بنتكلم على والتالب واليا. واحد من اللاعبين برضو اللي محتوطين داخل دائرة اللاعبين المميزين في مركز الرأس حربة. وده موجود هقول لكم النادي الاهلي بيفكر في ايه. لكن بالنسبة لسرينو اه بيقترب وبتقترب بشدة. لكن الامور بالنسبة للمفاوضات ممكن في لحظة. تلاقي الامور اتقفرت بشكل كبير وخلاص يكمل طريقه. هو في نادي او الامور تستقر ويبقى موجود داخل النادي. لكن هرجع لكم بقى ونروح لوالتر بواليا. لعب مميز كل ماتش تقريبا بيجيب جون. سنة فاتت جاية 13 هدف مع الجونة. هو احرز هدف الفوز في مباراة اسوان والتر بواليا. لعب سريع قوي بيعرف يجيب جون. وده ده ميزة مميزة بالنسبة لوالتر. وانه هو كمان في الدور المصري فعارف امور كتيرة داخل الدور المصري. هيساعد على التأقلم سريعا مع النادي الاهلي لو بقى موجود. هنا الصفقة كانت مادية. بمعنى ايه؟ ان نادي الجونة كان طالب مبلغ 30 مليون جنيه. بالنسبة ليه انتقال هذا اللاعب للنادي الاهلي. لكن النادي الاهلي عنده برضو مفاوضاته. في فكرة 30 ممكن ما يبقوش كده. او ممكن يكون ينزل بها بالسعر. والتالي نادي الاهلي عارض ان ماران محسن يبقى موجود في صفقة تبادلية. ما بين الاهلي والجونة بحيث ان يبقى متواجد ماران محسن. ويبقى فيه جزء مادي ايضا للجونة. ده بالنسبة لوالتر بواليا ونادي الجونة والمفاوضات الخاصة. ما بين تواجده في النادي الاهلي ونادي الجون. هنشوف في الفترة القادمة ايه اللي هيحصل بالنسبة له هذه الصفقة. سواء بقى والتر او حتى سيرينو. خلينا اروح لواحد يعني من الاعلمين الموازين. متحدث الرسمي لنادي الاسماعيلي في التوقيت الحالي. استاذ علاء وحيد تحاتر حضرتك. اهلا بك كابتن محمد واحنا بكل استاذ المشاهدين. وممور دايما. يا رب دايما يا رب. وانت هذا كان. استاذ علاء خليني احنا بنتكلم في الامان. انا انت عارف انا محب الاسماعيلية واهلها. وبالاخص كرة القدم في الاسماعيل. انا فعلا حزين على نادي اسماعيلي في بدايته. اعتمنا ان شاء الله يعني الامور تختلف. وما يخص يمكن حدا كنت معي في موضوع كابتن طلعت يوسف. لما اعلننا رسميا ان هو متواجد داخل نادي اسماعيلي. لكن فجئنا بعديها بيومين ان كابتن طلعت بيعتذر عن التواجد. وما بقاش موجود. لكن هقولك ايه الاسباب او تقولي ايه الاسباب. ايه الحلول بالنسبة لنادي اسماعيلي في الفترة القادمة. عشان يرجع نادي اسماعيلي. معاك يا فندي معاك. يعني اولا اسباب رحيل كابتن طلعت. انا حتى قلت يعني فيه كلام كثير جدا انطلع. ولكن انا بأكد البيان الرسمي اللي صادر بناء على هذا. وايده كابتن طلعت بعد كده. ان هو لظروف اسرية تتعلق بوجوده في الاسكندرية فترة. وهو نفسه قال يعني مش معقولة كون انتو لسا فيه سفاء المغرب. مباراة مهمة جدا في البطول العربية كل ثلاثة يام مباراة. صعب ان الاسماعيلي معنده الشفاهية اللي اتفرجت. كان منتهى الاحترام ومنتهى تقدير المسئولية. وهو حتى شكر المعند سبريم عسوانا انه تقبل هذا. ووافق على انهاء التعاقد بضغم ان كان كابتن طلعت مضى العقد بالفعل. وبالتالي لهذه الاسباب النادي اسماعيلي مقدر ده تماما مع كابتن طلعت يوسف المدرب القدير. واحنا من اعتبارها غفارة كبيرة جدا للنادي اسماعيلي. فبالتالي كان الاتفاق على عدم تولي المسئولية بناء على طلب الكابتن طلعت. بناء على الظروف اللي تتطلب تواجده في الاسكندرية فترة من الزمن. الاسماعيلي ميحتاج كل دي وهو حتى قال لي انتوا لا تمتلكوا رفاهية الوقت. وبالتالي اكون واضح جدا وصريح مع نفسي ان انا لازم اكون في اسكندرية الفترة دي الاسباب. وربنا يا رب يشفي كل مريض يا رب. فبالتالي احنا مقدرين ده كويس جدا. وقلقتنا بكابتن طلعت من اروع ما يمكن. وعمرنا ما نقصر كابتن طلعت. ولكن احنا قصرنا كمدير فني في الفترة دي تحديدها. لكن الكلام نفسه كان تردد بقى عن بعض الامور الخاصة. ان كابتن طلعت وجد بعض الامور الخاصة بالعقود خاصة باللعبين. وبالتالي لما لقاها كده هو حاب يمشي. انت بتحديدك بيتين في كل ما صدر عن. اللي اقول لك الدليل ايه يا فندم يعني. انا دليلي هو كابتن طلعت بنفسه. اولا كابتن طلعت اسم كبير ومدرد كبير جدا. لو في اي حاجة دايقته او اي حاجة تتعلق بكل كلام اللي طلعت ده كله. كان كابتن طلعت بنفسه كان طلع وقال ده. لكن انا واثق ان كابتن طلعت. لو اتكلم وطلع حيتكلم في هذه الظروف اللي هو اساسا طلب اعفاءه من المأمورية بناءا عليها. وبالتالي لو في اي كلام من كل الكلام اللي اتنشر وكل الكلام اللي اتقال. المنطق بيقول ايه ان صاحب الامر بنفسه هو اللي يطلع يتكلم. وكابتن طلعت لهذه الظروف ربما يعني لم يتمكن من ده. ولكن هو اصرح ببعض ان احد المؤدين في برنامج من البرامج بعتله وكتاب له علواتس وقال له انت اعتذرت عشان مشاكل. قال له لا اعتذرت عشان ظروف تتطلب تواجدي بالاسكنديريا الفترة دي. ده كابتن طلعت بنفسه. فبالتالي انا بقول لحضرتك يعني نفيا لكل هذا الكلام مش هقول كلام النادي والبيان الرسمي. والكلام اللي قلته لحضرتك دلاتي. لا هو كابتن طلعت هو الوحيد اللي يقدر يحكم ويقدر يقول ويقدر يتكلم اذا كان هناك فعلا مشاكل قبلته ولا لا. طيب بالنسبة لكابتن محمد واهبة هيكامل ولا هيكون فيه مدير فني اخر يبقى متواجد مع كابتن محمد واهبة. خليني صريح جدا كابتن محمد واهبة ادار مباراة البنك الاهلي بحرفية واقتدار. كابتن محمد واهبة ما اثرش مفيش لعيد في الملعب اثر في المباراة دي. مبركة قوية جدا الاسماعيلي اضاع اكتر من فرصة. ومنهم هدف صحيح للأسف لم يحتسبوا الحكم بشهادة المحللين وبشهادة حكمنا الكبار. ده يعني مش انا اللي بقول عشان بشجع الاسماعيلي ولا متحدث النادي ان احنا لنا هدف ولم يحتسب. لا هدف صحيح مليون في المية حكم من براه. مش عايز اقول تصرع وصفر والكورة دخل المرمى. وبالتالي الظار ما يستطعش ان هو يعيد اللعبة مرة تانية ان الحكم صفر بفعل. وده كان كلام كابتن جهاد جريشا. قال الحكم صفر بسرعة وبالتالي ما نقدرش ان انا ارجع له تاني اللعبة. انه خلص في وضع تانية نشأ بناء على هذا الصفر بالرغم ان مراوان صحراوي يكامسل هوا ساعتها وبيحط الهدف هو ساعتها صفر. كان الظار معمول ليه عشان ياتها ريس. احنا منشوف العاب كتيرة افساد ما بيرفعش الراية غير بعد ما بتدخل الهدف وبعد كده بيرفع الراية ويرجع للذار. الظار يتعمل مخصوص لمثل هذه الحالات. وبالتالي الاسماعيل اتظلم ظلم باين في هذا اللقاء بنقطتين كان ممكن يغيره في الترتيب. زي بالظبط برضو ضرب الجزاء اللي لم تحتسب للنادي الاسماعيلي بعد مباراة الانتاج الحربي وكان فيها استشارة من الظار. ولكن للأسف بعض الزوايا للكاميرات من خلال سيارة الفار ما عادتش اللعبة الاساسية اللي بناءا عليها تحتسب ضرب الجزاء. اتعادت من زوايا عديدة وبالتالي الحاكم خد قراره بعدم احتسب ضرب الجزاء. احنا مش من نتظلم ومش بنلقي باللائمة على اي ظروف. احنا عندنا تقصير وعندنا بعض المشكلات بتتحل وان شاء الله جهاز فني قدير يدير الاسماعيلي وكابتن محمد وهبة. انا بقول لحضرتك هو من اقدر الناس اللي تدير القيادة الثانية للنادي الاسماعيلي. ولكن برضو مش منتحجج. انا بقول ان في اربع نقاط كانوا يفرقوا جدا. يعني كانوا يديروا رفع معنويات. ما يصدروش احباط للجماهير ولا احباط للفريق. انا اتمنى ان الفترة الجاية ان ان شاء الله يكون في عدالة مطلقة من خلال الظار ومن خلال التحكم اللي احنا بنجدد ثقاتنا بهم. ونكون بنصب التحكم المصري. واتمنى ان الاخطاء دي لا تتكرر مع الاسماعيلي. ما جاوبتنيش برضو. مكمل كابتن محمد وهبة كمدير فني؟ يعني خليني واضح جدا وصريح. انا ما عنديش المعلومة ان مجلس الادارة في اجتماع مستمر من الامس. كابتن محمد وهبة هو اللي هيدير الفريق في مباراة اسوان. النهاردة كان فيه راحة من التدريبات. غدا هيكون فيه تدريبات. حتى اللحظة اللي انا بكلم فيها مع حضرتك كابتن محمد وهبة هو المدير الفني للنادي الاسماعيلي. ان شاء الله في خلال فترة بسيطة جدا هيتم الاعلان عن الجهاز الفني اللي هيدير الاسماعيلي. اللي هيكون بإذن الله على مستوى الاسماعيلي ويعيد الانتصادات للنادي الاسماعيلي. نتمنى ان شاء الله سوز علاء يعني اللي اسماعيلي يرجع لطبيعته سوز علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الاسماعيلي. يعني اكيد كل الاسماعيلي وكل محبي نادي اسماعيلي وكورتهم يعني مستقيم من الاحداث اللي حصلت بالنسبة ليه المستوى الفريق. وان كان سوز علاء بيكلم على ظلم تحكيمي نتيجة الفار وشكل الفار والنبيت دي بعض الامور واعادات في الكور وكور. لا لكن في الاخر نادي اسماعيلي مش هو نادي الاسماعيلي. وكنا بنقول ان السنة اللي فاتت مش هتبقى زي او السنة دي مش هتبقى زي السنة اللي فاتت. لكن البدايات مش جيدة. لكن نتمنى ان شاء الله الامور تتحسن بالنسبة لنادي الاسماعيلي. طبعا النادي الاهلي يعلن عن تعافي السلاسي كابتن وليد سينيمان وحسين الشحات ومروان وعضيتهم للتدريبات الجمعية. حمد الله على سلامتهم. هيكون مشاركين طبعا في المباراة القادمة بالنسبة للنادي الاهلي. زي ما أعطي لكم المباراة المؤجلة بالنسبة للنادي الاهلي والمباراة كانت مؤجلة في الاسبوع التالث. هتتلاقي ان شاء الله يوم الاثنين القادم. الاهلي والاتحاد وايضا السموحة والزمنة. أيضا ممكن أيمن أشرف تعرض لكادمة قوية أثناء التدريبات. حمد الله على سلامتهم إن شاء الله يرجع لنا بالسلام. طيب خلينا نطلع لبقى الفاصل. وهستقبل كابتن محمود أبو الدهب هنتكلم على مباراة اليوم. وأيضا على مباراة الاسبوع القادم أيضا عندنا زي ما أقول لكم مباراتين مميزين جدا. سواء بقى الاهلي والاتحاد أو سموحة وزمالك. مباراتين أعتقد أن احنا عندنا كلام كتير فيهم إن شاء الله. نطلع الفاصل واستقبل كابتن محمود أبو الدهب. بيبزي المسؤول النادي الأهلي المصري الغالي والنفيس من أجل إتمام الصفقة الأهم من الجهاز الفني الحالي. وهي ضم الأروجوياني جاستن سرين ولاعب نادي سانداونز الجنوب إفريقي. بعدما أصبح واحد من أهم اللاعبين المطلوبين وعلى وجه السرعة داخل النادي القاهري العريق. وفتح الأهلي خزائنه وترك كل الأبواب من أجل الفوز بخدمات اللاعب الأروجوياني المتقلق مع نادي سانداونز منذ أعوام. فتحدث الأهلي مع اللاعب ووكيل أعماله على مدار الشهور الماضية قبل ما يحصل المارد الأحمر على موافقة النجم الصاعد بارتداء القميص الأحمر. ليبدأ النادي رحلة جديدة بالتفاوض مع سانداونز لحسم الصفقة. وبيعلم جيداً الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني اللي تولى مهم التدريب الأهلي أول أكتوبر الماضي خلفاً لسويسري لنيفايلر قدرار جاستن سرينو الملقب بجوهرة سانداونز منذ أن كان يتولى تدريبه في النادي الجنوب إفريقي لمدة موسيمين تقريباً. وقدموا فيها سوياً أداء جيد ونتائج رائعة على الصعيدين المحلي والقاري. وبيلعب موسيماني دور مهمة في إتمام الصفقة مستغلاً علاقة القوية باللاعب. وبدأ الأهلي عرضه المالي لشراء اللاعب بـ 2 مليون دولار ثم رفعه لـ 2.5 مليون دولار قبل ما يوصل العرض الأخير المقدم من جانب النادي الأهلي لـ 3 مليون دولار. وبكده هيكون سرينو أغلى لاعب أجنبي يدفع فيه الأهلي هذا المبلغ في حال تمت الصفقة بهذه القيمة المالية. وبدأ سرينو البالغ من العمر 29 عام مغامراته مع سانداونز في 2018 بعد انتقلوا لصفوف الأخير قادماً من نادي بوليفاري البوليفي. وتوج اللاعب مع سانداونز ببطول الدوري جنوب إفريقيا ثلاث سنوات متتالية في مواسم 2018 و2019 و2020. نكملين مع حضراتكم معايا في السوديو كابتن نادي الأهلي السابق كابتن محمود أبو الدهب. نتكلم زي ما قلت حالكم على مباراة اليوم وعلى بعض الأمور الخاصة بالأندية المصرية. نتكلم على صفا محمد نتكلم على صفقات الخاصة للأهلي والزمالك في انتظار طبعاً إتمامها بشكل كبير. كنت محمود براحب بحياتك. حبيب أغلبتن فروغ. نعم دائما. حبيب طيب خلينا نتكلم في الأول في الأمور الخاصة بالمشاكل اللي موجودة في الآن دي. ماشي. هي مشاكل خلينا لي. موضوع الصفقات ده بيبقى هيدك جداً عند الفرق. خصوصاً لما يبقى في بعض عندك اللاعبين اللي عايز تجدد لهم وتمدد لهم ومعقدهم وتزود لهم ومعقدهم. الأمور دي بتبقى كابتن برضو هيدك بالنازينة. وبالنسبة بقى الناس الزمالك أعتقد أن التوقيت نفسه توقيت صعب في المرحلة دي. فكرة مصطفى محمد وفكرة احترافه. مع أنه يحترف ولا يكمل لغاية لما قال كابتن أمن عبداللهيس كده تخلص الأولمبياد. لا خلينا أقولك في البداية في رؤية. أنا شاف في الناس الزمالك فيه أزمة ثقة. إن كان فيه حد في ظهرهم حد بيوفرهم كل حاجة. أنا شاف إن الموضوع عند اللعيبة الزمالك كلها أو المشاكل اللي هي الفترة اللي فاتت. إن فيه أزمة ثقة بين اللعيبة أو اللجنة المؤقتة. أو إن هما خايفين إن ما يتوقع يعني ما فيش توفير الالتنزمات بعقدهم. بدليل إن أرضى الدكتور أشف صبح إنهما طلعوا وقالك إن الساس هو اللي طالب يقعد معايا. عشان يتطمن. عشان يتطمن. عاوز يقعد. عاوز يقعد. لكن هو بيحب إنه الزمالك أو هو حابب إنه يبقى موجود هو لعيب كبير والعيب مهم. لكن أنا شايف إنه هو يبقى عايز يتطمن. عاوز يلعب هو مرتاح. وأنت كمان يا فاروق وأنت لعيب كورة وأنت عارف الكلام ده. ما كنتش لعيب نفسيا مرتاح مش هتدي. صحيح. مش هتقدر توعد في المكان فيه. أنا شايف إن محمد مصطفى محمد من الفراو ده كويسين جدا. لكن برضو فيه حاجة برضو بنقولها بالبلد يا فاروق أو زي اللعبت الكورة. إن إنت لازم تقدر زور في النادي اللي موجود. إنت كان فيه حد موجود ووعدك إن إنت تحترف. وده حقك. وتفكر في الاحتراف والاحتراف مهم. لكن إنت نديك الوقت بيمر بأزمة أو بيمر بمشاكل. أكيد لو إنت عايز يحترف النادي مش هيتأخر عليك. بس يدوهم فرصة يلقوا البديل المناسب ليك. وإمكان أنا قلت لك قبل كده. يحترف لكن. البديل المناسب يا كابتن لو إنت بتتكلم على صفاو حمد حطوها بتعمل سيرش في مصر. ما هو ما فيش. يبقى هو كده. ما فيش غير واحد مثلا زي. يبقى النادم عزول يا فروق. أو حسام أشفت لسه طالعين. عايزين وقت كبير. وده فرص. إنت عارف الموضوع احتراف التراجل احتراف. طبعا. في السويسرا. الأمور بتجيلك كده. نعم نمسى بسويس. نعم نمسى نقاس. نعم نمسى. فيوسط دا كبتن هاني رمز. نعم نمسى. فهي النقطة بيجيلك في الوقت اللي يعني أنت متقلق فيه أنت ما تضمنش ممكن بعد سنة أنت تبقى. لا خلي بالك أنا سمعت كمان أن هو بقله فترة مش موجود أو ما بيحدرش التمرين. ممكن تكون إشعاة أو أو. لكن هو هتأثر بشكل كبير جدا على الفرقة. لا سيب ويمشي. مبلغ محترم. مبلغ كويس هيفيد الاستفادة نادي الزمالك ولللعب. واللعب لو قاعد غزبا عنه مش هديك يا فرق. هو خلاص حط في دماغه إنه يمشي. يبقى أنت مشي. فأنت مشي. خليه يخد تجربة الاحتراف. أو يدي له فرصة. ولما يحترف عن طريقك أو يقعد غزبا عنه أكيد لا صعب. لكن أنا شاف يعني على الصفة محمد في الفترة دي. ممكن إحنا بنتكلم على ظروف نادي الزمالك اللي استثناءة اللي هو موجود فيها. إنه مفيش مفيش مفيش. لكن صفة محمد أنا بقول للناس المسؤولين عن الرياضة في نادي الزمالك. أو المشرفين على الكورة. كابتن عيما الونسو. كابتن عاشف اياسم. كابتن عام حليم علي. أنا شاف إنهم أدلوا الفرصة ويمشي. هو يعني حتى الآن هو في عرض الشفاهي بخصوص الأربعة مليون دو يورو. وفي نفس الوقت في انتظار الأمور لو نادي الزمالك كان عيسف مرضي أو راضي بالمبلغ. في حالة إن مثلا يحط بنود تانية. في حالة البيع مرة أخرى. في حالة أهداف معينة. ممكن توصل لمبلغ كويس بالنسبة للناس زمالك. طبعا هتبقى كويسة ليقول للعب. يعني أنت كمان لما تطلع بمبلغ كويس أو تطلع بشكل كويس. أكيد هتستفاد بشكل جيد. لكن ما تنصحوش أنه استنى ما بعدهم في أولمبياد. أنا رأيي. أنا رأيي ممكن يجيلوا حاجات أحسن في الأولمبياد بعد الأولمبياد. فهو ممكن اللي تقال له كده. هلها كابتن عيمان عبدالي إذا سمعتوه. هلها بشكل كويس. لا استنى. استنى بعد الأولمبياد ممكن يجيلك عرض أحسن من الموجود. فاعتقد إنه هو. لكن هو ده شايفه. أنا وجهة نظري إنه هو عصفورهم في اليد. وأنا موجود في الأولمبياد. لو موجود في سنة تيان. هيجيلي بقى. لو الناس واخديني. أو الناس واخديني إن أنا كتسويق. مثلا عاديين يستفادوا مني بعد كده. إنهم هيسوقوني برضا أنا في أوروبا. لا بس خلي بالك يا فروق. هي فرصة كويسة. لكن إنت أكيد في الأولمبياد هتسوق نفسك بشكل كويس. ماشي. وانا هتسوق نفسي وأنا في سنة تيان. إيه المشكلة؟ أوكي ماشي. لو هو أول شايفه في مصطعته في الآخر. يعني إنت فهم قصة كابتن؟ أنا فهم كلام. يعني أنا وانا موجود رجلي في أوروبا. غير وانا موجود في رجلي في أوروبا. لأ هتتشاف. لا إنت في أوروبا. بص بص فروق. يعني في ناس كان. غلابت أولمبياد حلوة والدنيا تمام. أنا 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 اسمعت كلمة زمان من الكابتن صالح الله رحمه. الله رحمه. كابتن صالح سليم. لا حتى أنا بكلمه في النمسا يمكن هولمن كان مسيكنا. فبيقول لي. إحنا عندنا ما يقول لك في دوري ضعيف ودوري مش ضعيف. يعني إنت بتتكلم على الدوريات الكبيرة اللي هي في إندلترا. في أسبانيا. في إيطاليا. في ألمانيا. لكن قال لي حاجة كويسة. قال لي مفيش حاجة اسمها دوري في أوروبا ضعيف. إنت متشاف على جميع القنوات. أو إنت بتسوق نفسك في أوروبا كلها. لأنهم عاملين كونتاكتهم مع بعضهم. إنت أكيد. فهي دار. لكن مفيش حاجة اسمها دوري. إمكان أنا أقول لك الدوري بتاعنا في النمسا فاروق كان حاجة كويسة جدا. إنت كنت بتلعب أربع أدوار. ما تلعبش دورين. إحنا عندنا فانسة بتلعب دور أول ودور تاني. إحنا في النمسا كنا بنلعب. يعني بتلعب. نظام بطولة معين. نظام بطولة معين. نظام بطولة معين. وبتاخد البطولة. وبيخلص بسرعة. لأن ما فيش وقت إن إنت تتأجل أو تراحل مطشاط أو أو. فأنت على طول الدوري شغال. وبعدين في ميزة كمان في الفضاد عندهم يا فاروق. عندهم حاجة كويسة جدا. إنت عارف السنة الجاية أنت هتلعب مين؟ يوم الساعة كذا. يوم كذا. عارفهم هتطلق في القوضة. نسموا القوضة كابينة يعني في النمسا. فهم حطين الخطة بتاعتهم. إن البرنامج طول السنة مفيش زي عندنا مثلا أسبوع بأسبوع. المدير الفني يقول لك التمرين الأسبوع ده كذا كذا. محطوطة من أول يوم لانتهاء الدول. فأنت عارف إن أنت يوم كذا هتلعب مين؟ وهتلعب مين؟ وهتلعب مين؟ وهتلعب في طولة أوروبا المنتخب عنده. عنده ارتباطات عنده. عنده اللعبة الدولية هتروح وترجع. فده كله خطة بتباكويسة. طيب أخذك على أوباما. كابتن أيمان برضه. يعني أتكلم معاه في. إن الموضوع دولي ما بقاش فيه. أول عايز النادي بقاب النادي. الموضوع دولي تبقى مادة. وطول ما في عروض من برة كبيرة. فأنت بتلاقي نفسك بتاع لو أنت كمان مع نديك. الفلوس بتزغل. يعني أنا باخد مثلا تلع جالي تلاتين بر. هروح أخد خمسة. خلي بالك أنت برضه. أوباما اللعبك كويسة جدا. وحنقعد نقول من ابن من الأبناء الزمالك. لا سيبك معنا. خلاص إحنا اتفقنا إن ما فيش ولاء للنادي الوقت. ولاء للفلوس أو ولاء المده. هو لعب كويس جدا. لكن خلينا أقول أن الفرد برمز. أو هو زي ما سمعت الخبر أو زي كان صحيح أو أو. لكن هو لو راح برمز. لكن أنا عندي سؤالة فقط. هل برمز بتاخد بالكمة أم لا بالكيفة؟ اللي احتياجاتها قد كده. إنت احتياجاتك إيه؟ إحتياجاتك إن أنت عندك عبدالله السعيد. عندك محمد فاروق. ممكن عبدالله يكمل سنة جاءة. لا برضو. لو أنت بتفكر إن أنت تاخد بطولاته. إن أنت تنفس على بطولاته. أو تلعب في أفريقيا. أو زي النادي الأهل والزمالك كده. ما بلعب على بطولاته. يبقى أنت بتاخد إحتياجاتك من اللعيبة. إن أنت بتجيب اللعيب اللي أنت محتاجه. ما بتجيبش أسامه وخلاص. أو أنت عاود تجيب. أول أخسامها بحاجة تانية. أنت بتفضل فرق. أنت بتقعد تتكلم مع كل اللعيبة. هل إحتياجاتك إن أنت في إحتياجاتك؟ لكن خلينا أقول لك إن أوباما. لا أوباما لعب كويس جدا. ومهم من النادي الزمالك. من اللعيبة كويسة جدا. من اللعيبة المخلصة. لكن برضو خلينا أقول لك. أرجع أقول لك إن دي أحتراف. وأكيد اللي هيدفع له أكتر هيروح له. يعني ممكن نلاقي. يعني أنا قلت الخبر. بص. هو رجل ممكن يكون بيأمن نفسه برة. خلي بالك اللعيب في مصر. وأنا يا جماعة هتدوني كذا. هابقى معيكم. مش هتدوني كذا. أنا هروح لحتة الفنانية. خلاص أنا بالنسبة لي مقام من ظهري. لا بس. خليش ما أقول لك. يا لعبة حلوة على فكرة. يعني بتبقى بين اللعب وال السمسار. ما أنت المعروض عليك. مثلا إيه؟ تمانية. إنت عايز فوق التمانية دي. التمانية كمان. ماهيم؟ فأنت عارف إن إنت ممكن ما يوافقوش. فأنا برة أنا بقى. بعيد بيلا عندهم. لما سأكلمك في حاجة كويسة. بص. إنت لما بتلعب كورة بتعمل فلوس. ولا بتعمل بطولات. فلوس وبطولات. وإنجازات. أوكي فلوس وبطولات. طب إنت بتلعب في العلو الزمالك. إبقى أنت هتأخذ بطولات وفلوس. تمام. لما أخذ بطولة هتأخذ فلوس. صح ولا أنا أبطل. لما تجد الكلمة نقدر مع لعيب زي أوباما. إنت بتفكر فيه. بتفكر إبقى أنت عندك إنجازات بعد ما أتبطل طول. أنا زي النهاردة. بنشوف لعيبة كتير جدا. زي شاد محمد. أو اللعيبة. إحنا في النادي الأهلي. أنا ألعبت أربع سنين. أخذت أربع دولة. لما أجابت الولادي بيسألوني. انت عملت فكور. أنا أخذت كذا وكذا وكذا. هل أوباما بيفكر إن هو ياخذ إنجازات؟ بس بيسألوك برضو. انت هتأكلنا منين؟ لا معنا بنأكل. مش. يعني. بس. انت بميين نقطة. عليش شكلتنا ودهب. انت بتأكل ناشي. بس بزي دلوقتي. بس. في الأول وفي الآخر هقولك ده احتراف. يعني. المعدات ده الاحتراف. بس. الاحتراف يطبق صح. زي. زي ما ليك. زي ما عليك. النادي ليك واجبات. وليك حقولك واجبات النادي. تمام تمام. هل هو أنت في مصب تطبق الاحتراف ده؟ انت بتقول أنا عاوز فاروق بمليون. مئة مليون. هل فاروق النهاردة هو اللعيب اللي انت قيمته؟ لما يجي لك. يجيب لك بطلقات أو 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 أو. فدي أنا بتكلم لكن. أوباما لعب كويس. مفيش شك. مفيش شك. لكن برضو هرجع وقولك يا فاروق في حاجة كويسة جدا. انت لازم يكون عندك ظهير. ظهير جماهيري. حد بيستندك في المدرجات. النهاردة لما بتيجي تلعب في نادي مالوش جماهير. اكسم بالله. انت أكنك بتلعب تقسيمات. عكس انا جربتها. انت لما كنت بالعب في النادي لغلما لعبت في النادي المصري. انت قدامك مسئولية كبيرة جدا. بتنزل تقدي بشكل كبير جدا. لأن انت عايز تبقى كويس. عشان الناس تتكلم عليك. عشان تتفلك عند الزقافة. لكن انت لما بتلعب في نادي بدون جماهير. انسى. مين اللي هي حزبك. يا ومش موضوع حساب. هي بتبقى حاجة في البنائية ده. من انت بتبقى مبسوط. ان انت مثلا بسط الناس اللي حواليك وجماهيرك. ومشي بتبقى برضو عارف انت الموضوع فلوس. اه حلوة. لا اقسمك من الفلوس. الفلوس دي على جنبك. هياخد فلوس. هي الفلوس حلوة اوكي. بس في نفس الوقت. في نفس الوقت. انا بكلمك ان انت راجل عاوز تبدع. عاوز تقدي بشكل جدا. تمام تمام. عاوز تطلع كل مهاراتك او كل مجهودك. لساعد الناس او جماهيرك. الناس ده لما تريد تمشي في الشارع. اقولك اللي عيد ده محمد فلوس اللي عيد بنها دي الأحلي. انت فايل ما تعمل. تفاهم. طيب. يمكن ده مصري. وابن من ابناء نازم ايه. طبعا. فرجاني. فرجاني سيسر. فرجاني. خلي بالك هو من حقه ان هو في يناير. يمضي الاي نادي وينتقل. يعني نتكلم ان الترجي مثلا من الاندية للتالت تتكلم مع فرجاني. هو لعب تنسي وبالتالي. يقدر في اليناير القادم احنا بنتكلم خلاص احنا بنتكلم كم اسبوع. يعني بالنسبة لوقت. مش اسبوع اخير زفادة الا الاربع تيام. طاقتات بتاعة العقود يعني. فبالتالي ده مش مصري ده محترف. فبالتالي هو بالنسبة له برضو فكرة الماديات لو ما زادتش زي ما هو عايز. ما ده عرضه طلب يا فروق. يعني فرجاني سيسر زي ما قلت لك هو لعيب كبير ولعيب مهم ولعيب ما هو عارف نادي الزمالك. وممكن جماير كمان بتحبه والمسؤولين بيحبه. لكن النهار ده هو برضو بيفكر في تأمين مستعباله او بيفكر ان هو يقعد بشكل كويس جدا. فهو في الاول وفي الاخر ده عرضه طلب هل انت هتدوني كذا؟ هقعد مش هتدوني كذا؟ انا همشي. ولو عنده عروض. لكن انا عز اولك. لو عنده عرض في تونس بلده زي وبنفس السعر اللي بياخده في الزمان. هيروه هي بقى هيروه. ترجي طبعا نادي كبير. والترجي والافريكي والنجم السحيل والصفاكس. فرقة كبيرة جدا. وفرقة بتلعب في افريقيا. وبتنافس على الدول هناك في تونس. لكن انت شاف ان انت مرتاح من نفسيا هنا في الناس زمالك. خلاص انت ممكن تجدد او ممكن تقعد. لكن انت في الاول وفي الاخر هو الرجل انت قلتك والمكوسة انه هو محترف ماش مصري. هو العيب محترف فبيتعامل معك بالاحتراف او بالفكر احتراف. هتديره اللي هو عايزه هيقعد مش هتديره ويمش. لك انا شاف ان هو العيب الزمالك متمسك به الاخر. يعني الاخر وقت. لانه فعلا من اللعيبة اللي يعني كرته كويس. لعيب كويس. بس فكرة ان الوزير الرياضة ما يقعد مع اللعب ويطمنه. دي برضو مش بتساعد ان هو حتى لو عايز فلوس ممكن امور بالنسبة له تهدي شوية. يعني معلش هو انت عندك قزمة ثقة بينك وبالمسؤولين في الناس زمالك. عشان تطلب تقعد مع وزير الرياضة. خلينا اقول لك فقط. لا انا يبقى في ازمة ثقة. ان انت لما لعب محترف عندك. النهاردة بنشرق برضو روح يقعد. لعيب المصري هتروح يقعد. لان انت النهاردة عندك لجنة مؤقتة بتدير النادي حاليا. فقال انت ما عندكش ثقة فيهم للدرجات دي. لكن لا الناس اللي موجودة ناس محترمة وناس رموز في نادي الزمالك. اكيد لما يقولوا لك كلمة هينفزوها. واكيد كل الكلام ده هتتعرض على الجهات المسؤولة. طيب فاعتقد ان هو لعب مهم ولعب كويس. طيب هاخدك بقى النادي الاهلي. وبرضو هي امور خاصة باللعبين. وان انا بشوف ايه المراكز اللي عندي وانا محتاجها. حصوص النادي الاهلي داخل على كاس عالم اندية. واخد داخل على دور ابطال هذا الموسم. والبحث عن العشرة بقى. فكرة الفرود سرينو يا كابتن. ولا من وجهة نظرك انا ببص على اللاعب الجوة الدور المصري. لعب مميز زي واتر بوالي كده كابتن. وانت قلت كويس. انت قلت افروف البدان. انت لما بنيكلم على مصافة محمد. قلت له انت عملت السرج مش هتلاقي. وفيه لعيبة معينة النادي الاهلي بيحتاج. ان انت تلعب في الصندوق او سيكس ارد. بتعرف تيجيب جول. انت بتعمل كل حاجة فكور. النادي الاهلي بيعمل كل حاجة فكورة. لكن نقص ان انت اللاعب. حتى انا ممكن انا باستغرب جدا لما حد بيقارن بين محمد شريف. ومراوم محسن. مراوم محسن ده فرود ثابت. يعني فرود زي ما كنت انت فرود زي ما كان كابتن عسام حسن كابتن احمد كوشري. بس مواصفاتها كابتن تختلف. يعني في مواصفات بتختلف. تختلف بداية مع الحسب الكورة وشرعتها والخطط والامور. وكي ماشي. بس انت برضو عندها كبيرة ديات. يمكن احنا كان عندنا ميزة احنا بنلعب ان انت بتلعب اثنين راس عربة. ما كانش بيبقى فيه فليكس وحسام حسن. لو فليكس مش موجود بيبقى احمد كوشري. بس انت عايز حد في السندوق. الوينجين بقى يساعدوك كابتن ما يغطولك عرض النار. انت مطالب انك تبقى موجود في القرية تحت 18. انت بتلعب. الخطة اللي انت بتلعب بها النادي الاهلي او الفرق يا فروق بتلعب بتلاتة قدام. التلاتة دول مش تلاتة دول فراودة. ايب الزب؟ يعني النهاردة لو انت بتلعب بتلاتة واحدة على اليمين. او لو قلنا مثلا محمد شريف وناحة اليمين. اعجائي او طهر محمد طاهر. وبيلعب مثلا ممكن يلعب احمد ياسر مراهم محسن صلاح محسن. النادي انت بتلعب بتلاتة فروق لانه بتبعن عملية الترحيل في الملعب. انت لو كرة من ناحية اليمين بتلاقي محمد بيخش في محمد شريف بيخش في الزندوق بيروح مراهم محسن. بيجي من تحتهم قفشة. فانت بتلعب بتلاتة فرود. لكن انا شايف النادي الاهلي بيدور على لعيب الفرود اللي هو فنش على الجنعة دايما. وانا اعتقد انهم مسلماني مصمم على التعاقد مع سريني. يعني هو اللي طالب بالاسم. خلي بالك برضو سريني ومش فرود. يعني زي محمد شريف. بس بيعرف يجيب جون. عنده صرحات. عندك محطار محمد طار لما ياخد السكة وانسجم على لعب النادي الهلي. هيعرف يجيب جون. انت النهاردة كل ده في تحرف في الملعب الفروق. انت النهاردة ما بتعتمدش على الفرود واحد. انت بتعتمد على فكرة. يعني فكرة الفرود المحطة ده. لا ما خلاص انت. انت بتسمع عنه دايما. انت مش محتاجه. على فكرة. على فكرة انت بتلعب بتلاتة بتربك دفاعات الخفراء الخصم. ان انت كن زمان عارفين. التحركات دي دايما. التحركات دي دايما. بتلاقي اللعيب حتى اللعيب السردباك. ما اش عارف يمسك مين. انت لو مسك ده مين اللي هيمسك ده. فانت النهاردة اللعيب بيبقى مشتت. ممكن ان تبقى بتحصل خلخلة في الدفاع على الفرق المنافس. لكن انا شايف النادي الهال بيدور على المواصفات دي. شفت ولته تبقى على انت كنت. طبعا العيب كويس. اللي هو بتاع الجونة. اللعيب كويس وسريع. على فكرة. وبعدين ميزة انه بيلعب على الجونة. وده زي محمد شريف كده. انت نادل لما تلاقي اللعيب كورة. بيعجاب على الجونة. عايز يجيب جونة. متعطش انه يجيب جونة. فدي حاجة كويسة جدا. في اللعيب كورة. طب صفقة تبادلية بان مروان يروح. ولا يستنى مروان ويبقى ده اضافة يبقى جنب مروان. يبقى اضافة للمروان. لانه لعيب سريع. يعني احنا قلنا برضو. يعني معه انت فيه اوقات مدرب بيحط ليه كذا سيناريو في المباراة. لكن هو محسن صلاح محسن مروان محسن. مروان محسن من اللعيبة المحطة. هو اللعيبة كويسة جدا. برضو محطة تاني انت كبير. معه نفسيا. نفسيا. انا تتكلم عن الحطة. لا. ما انا بتكلم على مروان محسن نفسيا. اه. تعامل نفسيا. لكن اللي انا شايف اللي انت تعرف. اللي انت شايف النادي الاهل اللي مصلحة هيعمله. مصلحة الفريقة بيعمله. هل رمضان مروان محسن يبقى موجود او مش موجود. لكن انا ودرب لها من اللعيبة كويسة جدا. واللعيبة ايفيد النادي الان. طيب. انا هطلع لفاصل بس حتى الان. الفرص لمروان بعد التقلق محمد شريف. بتتضائل صح او انا غلطان. انت عندك كمان تطلع سلاح محسن. عندك احمد ياس الريان. محمد شريف اللعيبة دي. ولما ييجي لعيب مثلا زي سريوني او حتى. هتبقى الفرص الصعب الصعب. امور بالنسبة له. خاني اطلع الفاصل معي تقرير عن مروان محسن. وهرجع اكمل كلامي مع كابتان ابودها. في عام 2016 وتحديدا خلال سوق الامتقالات الصيفية. ابرم الاهلي صفقة هجومية من خلال التعاقد مع مروان محسن. فعقده مدته خمس سنوات مقابل حصول الاسماعيلي على عشر مليون جنيه. لكن وبعد اربع اعوام من تعاقد الاهلي مع مروان محسن. ملقاش المريض الاحمر اللي كان بيتمنى من اللاعب. واللي اصبح بيتقلق على فترات. بل بيسجد مع الفريق الاحمر بمعدل هدف كل خمس مباريات. في موسم 2016-2017. تعرض مروان محسن للاصابة بقطع فروباط الصليبي. خلال تواجده مع المنتخب المصري في بطولة كاس امم افريقيا. واللي اقيمت بالجابون في عام 2017. ومشاركش مروان محسن غير في تسع مباريات. احرز خلالها هدف وحيد في شباك المصري البورسعيدي ضمن حسابات الاسبوع الستاشر. وبعد غياب دام اكتر من عام. رجع من جديد مروان محسن وتحديدا في موسم 2017-2018. واستعاد الاهلي من جديد خدمات مهاجمه في مباراة طلاقة على الجيش. واللي جد من حسابات الاسبوع الـ 18 من مسابقة الدوري. ولعب مروان 13 مباراة خلال موسم 2017-2018. بواقع سبع مباريات في مسابقة الدوري. وأربع مباريات في دوري أبطال أفريقيا. ومبارتين في مسابقة كاس مصر. أما عن الأهداف فسجل مهاجم الأهلي أربع أهداف. بواقع ثلاث أهداف في الدوري. وهدف في مسابقة الدوري أبطال أفريقيا. لجانب صناع طول هدف. وفي موسم 2018-2019. واللي شهدت تولي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للأهلي. ثم عقب الأرغوياني مرتل لازارتي. خادم روان محسن 24 مباراة مع الفريق الأحمر. وبيعتبر هذا الموسم هو الأكثر من الناحية التهديفية. بعدما سجل ثمان أهداف. ست أهداف في الدوري. وهدفين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. كمان صناع ثلاث أهداف. في الموسم الماضي شارك مروان مع تولي ريني فيلر القيادة الفنية في 20 مباراة. بواقع 13 مباراة في الدوري. وست مباريات في دوري أبطال أفريقيا. ومباراة في لقاء كاس مصر. وسجل أربع أهداف. بواقع ثلاث أهداف في الدوري. وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. لجانب صناع طول هدفين. وخلال الموسم الحالي هيواجه اللاعب صعوبة بالغة في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر خاصة بعد تقلق العائد محمد شريف في خط الهجوم واللي صنفته الجمهور الحمراء باللاعب صاحب مكينة الأهداف التي لا تتوقف رجانة لحضراتكم مرة تانية خاني أقول لكم اللجنة الأنبية يعني كانت أصدارة بيان خاصة بالبطولات الخاصة المتواجدة داخل الصلاة المغلقة وطلعت البيان الخاص بهذه الجزئية أن تمنع أي بطولات أو أي أنشطة ريادية داخل الصلاة المغلقة إلا في حالة واحدة يعني خاصة بهذه الجزئية أن الاتحاد الخاص بكل لعبة داخل المتواجدة داخل الصلاة بيعمل إجراءاته الاحترازية وخصوصا لما يكون عنده بطول احنا بنقترب طبعا من بطولة كأس العالم لكرة اليد الرجال عندنا هنا في مصر إن شاء الله هتكون في نار وبالتالي إجراءات مميزة جدا من الدولة في هذه الجزئية وبتطمن كل الناس من خلال طبعا الإجراءات اللي مصر واخدها في الجزء الطبي لهذه البطول وبالتالي لجنة الأنبية طبعا هتسمح لكن بأمور خاصة بالإجراءات الاحترازية لكل اتحاد عايز ينظم بطولة أو ينظم تجمع للعبين في اللعبة الخاصة بكل اتحاد ده بالنسبة للجنة الأولمبية والتعليق إقامة البطولات داخل الصلاة المغلقة طبعا هيستسنى منها زي ما قلتلكم كل الاتحادات اللي بتقدر تعمل الإجراءات الاحترازية والنظم الخاصة بفيروس كورونا أنها تبعد أي أمور خاصة ممكن تصيب أي لعب أو أي فرد من المنظوم كابتن مدهب خانيني وإحنا بنكمل في جزئية النادي الأهلي كنا تلاقنا قبل الفصل قلت أن وجود بعض اللعبين ممكن يهدي لأمور خاصة بأن لعب زي مروان لعب زي أجيه لعب زي جرالدو يبتعدوا عن المنفسة أو الوجود داخل النادي الأهلي في حالة الوجود واحد زي والتر أو سرينو يعني أنا أكيد أكيد عشان أجنبي فأنت أكيد محتاج أن أنت تمشي اتنين أو أنت معندك شل أجيه أو عندك جرالدو وأنا شايف أن جرالدو بنسبة كبيرة جدا هيمشي لكن الحاجة التانية يعني أو سرينو جايب أنت عندك مروان محسن يمشي يا فاروق ما أكيد مش هيقعد لأن أنت لسه جايب صلاح محسن وجاب أحمد ياسر ريان فأنت أكيد مش هتمشيهم يعني فأنت أكيد هتمشي من الناس اللي هي موجودة والفترة وأنت كمان يعني عندك فترة أن أنت هلوى يمشي بعنهائي ولا عارة ولا كده يعني لكن أنا شايف أن مروان محسن لازم يبعد شوية لازم يأخذ هدنة مع نفسه شوية أن يعيد حساباته من جديد أن أنت خلاص الناس بتدي تكلم عليك وأنت رمو هدنك للسوشال ميديا أو الإعلام بشكل جيد جدا ما انتش مراكز لكن أنا أول عيب كويس جدا بحتاج أنه يبعد فترة عشان يرجع أحسن من مكان طيب ممكن منذ قليل أعلن دكتور أشف صبحي وزير الشباب رياضة عن تعيين المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزماني طبعا في اسم أيضا هيكون متواجد في اللجنة لكن حتى الآن لم يذكر الاسم متواجدين حتى اللحظة القادمة إن شاء الله تشوف مين اللي هيكون متواجد لكن المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة بدينا طبعا عن المستشار أو القاضي الله يرحمه طبعا المستشار أحمد بكري رحمة الله عليه وبالتالي ده الاسم اللي بقى موجود خلاص كرئيس لللجنة المؤقتة لنادي الزماني طيب خلينا نقول برضو إن احنا كنا بنتكلم على اللجنة لأولمبيا كابتن وزينا بقول مجهود كبير عندنا كاس عالم لكرة اليد في مصر معاني رئيس الوزراء يعني كان متواجد فيه الصلاة المغطى بيتفقدها بشكل كبير والتجهزات الأخيرة بالنسبة له هذه المطولة طبعا دكتور أشف صبحي مع دكتور مصطفى مدبوري طبعا كانوا متواجدين يعني وإحنا بنتكلم على البطولة وأهميتها وإن دكتور أشف صبحي قال إن مصر هتعمل حاجة الناس مش متخيلها في ظل الأزمات اللي احنا موجود فيها العالم كله بأزمة كورونا وبالتالي منتظرين إن شاء الله تبقى بطولة نجحة إن شاء الله الأمور تبقى ماشية بشكل كويس ده بالنسبة له السور المتواجدة قدام حضراتكم بتفقد معالي وزير رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبوري كابتن حسن مصطفى موجود وكابتن حسن آخر حسن مصطفى طبعا رئيس التحدي الدولي الكرة اليد كان متواجد فيه التفقد بالنسبة له النشاءات الرياضية أو الصلاة المغطاة الخاصة بإستاذ القاهرة طيب خلينا أكلمك على مباراة النهاردة كابتن عندنا كان مباراة الإنتاج الحربي والمقانون العرب وفوز للإنتاج الحربي لمقانونية العرب كسبش ولا ماتشا كابتن كسبش ولا ماتشا خالص يعبر عن إيه بالنسبة لمقانونية العرب خاصة حتى في الكونفدرالية الفرص بالنسبة له قلت بالتعادل السلبي هنا 0-0 أمام النجم السحيلي يعني قلنا أقولك أن المباراة تبقى صعبة النجم السحيلي من الفرقة الكبيرة جدا وعلى ملعبها بتبقى صعبة جدا خصوصا النجم السحيلي بيلعب في ستاة سوسي يعني ما بيلعبش في المنزل أنت بتلقى من فرقة كويسة جدا فرقة عندها لعبك كويسة جدا عندها حلول وفرقة بطولات على فكرة المقاولين ممكن أنا شايفه إزاي ما قلت لها قبل كده أنه بيمر بيعني بظروف صعبة في الدوري ما بيكسبش ولا ماتش أو عنده لعب إمكان أنا تفرجت على ماتش الانتاج النهاردة اللي اتنين كان محتاجين يفوز بشكل جبير جدا سواء الانتاج أو المقاولين لكن الانتاج تعب واكتهد وكان بيلعب مباراة مفتوحة بشكل جبير جدا قدروا أنه هو يكسب المباراة ويفوز بالتلاتة منطل لأنه كان محتاج محتاج أكتر منه كمان فدي كانت مباراة صعبة على المقاولين فالنهاردة ديب وكمان الهزيمة دي يا فاروق أسباب المقاولين اللي فيه كابتن من وجهة نظرة هل السنة فاتك كانت مصادفة بالنسبة للنادي المقاولين وما حدث بالنسبة للنادي المقاولين ولا الأمور ما تعملوش مع الموسم ده بشكل جايد ما هذا الطموح يا فاروق أنت هتكمل على المستوى اللي أنت فيه ولا أنت هتفضل محلك سري وتلعب على الماضي هل صفقات مثلا ما كانتش أنت ما جبتش صفقات أنت مشيت طهار محمد طهار كان بيفرق معه بشكل جدا لكن نروح عن ندي الأهلي لكن أنت ما جبتش بديل طهار محمد طهار أنت موجود مع اللعيب آه أنا أقولك الانسجام والاستقرار لكن خلاص الفرق بقيت حفظاك الفرق بقيت تعمل لك حساب بشكل جدا فأعتقد أن تريد لعب المقاولين كمان اتحفظت لازم اللعيب توعد مع بعض لازم النرضى حتى في المباراة فروق يعني أحسس أن اللعيب ما فيه الثقة في الملعب ما فيه الثقة أنه يكسب وخلي بالك كمان هتبقى تتصعب عليهم بشكل كبير جدا أن أنت الدوري يعني على طول وراء بعض والمتشاط وراء كل 3-4 يام فأكيد المكسب بيجيب مكسب والهزيمة بيجيب هزيمة فالمقاولين محتاج أن يقعدوا مع بعض شوية اللعيبة مجلس إدارة كان مجلس إدارة أنا شايف أنه موفر لكابتين عمد أنه حاس كل شيء ممكن يعني أن أنت تتقلق أو أنت ما عندهمش مشاكل عندهم لعبك كويس جدا لكن أنا شاف أنهما لو الأمور زادت عن كده أو تغلب أي مباراة المباراة النهاردة صعبة يعني صعبة تعليهم الأمور بشكل كبير جدا في الآخر وما تحسب كانت بريم نور الدين حسبها ورجع في كلامه صح ولا أنا كنت آه كانت مباراة إنتاج الحرب ده الفار ولا هو اللي رجع الفار رجع وده لو وده حسب ضرب جزاء والفار قال له لا خلاص ما عادت عادت قرار الفار هاتت احترم يعني أني حتى تفرجت عمد بس أنا أنا شفت اللقطة دي كان واضح جدا أنك ابتنا مد يعني كان في انتظار التعادل ده حتى قال لك أنت تخيل ما هي أن أنت بتتكلم في مربع زعب والسنة دي أنت عايز تتعادل مع فريق لا أو تعاني بشكل كبير جدا وبعدين أنت قدامك مطشط لسه أو أنت ملعبتش فرقة كبيرة انت ملعبتش على الزمالك وكان الزمالك في فرمة عالية أنه محتاج الفوز برضو انت بتلعب فرق محتاج الفوز يعني محتاج أنها تكسب عشان برضو عندها مشاكل زي الزمالك في بداية الدوري زي النهار ده المطش اللي فاشوفناه فأكيد أن المقاولين بيعاني بشكل كبير جدا هينجح في تخطي النجم كابتن بالحال لا أنا أتمنى له الفوز يعني أنت ممكن زي ما أنا قلت لك أن أنت بتحاول تفصل أو هتحاول تفرق لكن اللعيبة هل اللعيبة بقى عندها الطموح أنها تكسب أو هتقدر تنسى أو هتقفل صفحة الدوري وتبدأ في الصفحة بتاعة أفريقيا هي دي بقى الخبرة بتاعة اللعيبة اللعيبة اللي موجودة كابتن عمد يمكن كابتن عمد إن حاس من اللعيبة اللي لعبت في أفريقيا أكيد ها يديهم اللي هو هتعلمه ولعبه وشافه في أفريقيا لأن انت بتلعب فرقة كبيرة فهل اقفل الصفحة بتاعة لازم اليومين الجاين دول لازم تقفل صفحة الدوري وتفكر في مباراة كبيرة بتاعة النجم لو كسبت النجم وتخطيته هتقدر ترجع تلعب في الدوري وهتعمل نتاك كويسة طيب مباراة المقصة والمستعدل إيجابي واحد وحد كابتن بتشوف المصر مباراة حاسسة جدا مباراة حاسسة جدا أنا أمكن أنا كنت حاسس بالكابتن هاب كابتن هاب نعم لا بس الماتشات دي بالذات يعني الماتش المقصة يعني أنا معجب بفكرة علي مهرب بشكل كبير جدا اللعيب كويس وبلعب على المكسب دايما اللعيبة بتاعته اللعيبة كويسة جدا اللي بتنفز له فكره لكن هو في بعض الغلطات في التشكيل نهاردة لا في كل الماتشات اللي تلعب كابتن علي ها طبعا في غلطات كبيرة زمين في التشكيل مش هقولك زمين بس خلينا هقولك إن أنا في أخطاء في التشكيل أو في طريقة اللعب لانت ضيعت الماتشين سهلين جدا منك في البداية الدوري كان مع الإسماعيلي انت كسبت أسوار وكسبت مكسب كويس فقدر يطلعك أو يبقى مديك روح شوي دافع دافع كويسة لكن لما انت بتلاقي لعب النهاردة فريط المقسم الفريق كويسة جدا كان عجبني اللي طريقة اللعبوهم كويس بينقلوا قريبين من بعض وبتحركوا بشكل كويس طب النقطة دي مكسب لمن فيهم النقطة دي خسرت خسرت لأنه عمله شغله كبير جدا يعني خلينا أقول لك بص الفرقة الوحيدة فاروق اللي بتلعب على ملعبها على ملعب واحد هو النظر مصر يعني كل الفرقة بتجيله فين يعني ما بيحتاجش ان انت تطلع بره أو بتلعب في أسوان أو بتلعب في اسماعيلية أو بتلعب انت بتلعب على برج العربي يعني انت ما عندكش حجة ان انت تقدب شكلي كويس جدا انت الوحيد اللي حافظ المطر أو حافظ الملعب فبالتالي عندك ميزة كويس تقدر تستغلها بشكل يبير طيب هكلمك على مباراتين المؤجرين من الأسبوع التالي كابتن مباراة سموحة والزمالك كان تصريحي حلو أول عجبني أول كتن أحمد سامي أنا كان انت وصحيت لقيت مباراة الزمالك بعد يومين أخلي بالك أنا أقولت لك اللي ماتش اللي قاله الزمالك هيتأجل لو تفتكر احنا والله بصوار أنا سألتك أحمد مجالة قبلية بيوم كان معي هنا كان آخر يوم تلات بالنسبالي لأن إسلام من يوم الأربع قلت له كابتنى أحمد الماتش هيتأجل قال لي لا إلا في حالة الأمن أنا الصبح سحيت يعني نمت سحيت خلاص سواحدة ونص وليه حجة نص دقيت صبح المباراة متأجلة وليه حجة الأمن لو أنت عندك جماهير بتخش طبعا ما أنت بتلعب في نفس اليوم ماتشار يعني أنت في نفس اليوم هتلعب بانشار بش أنت قد أهل وزمالك ومن اتنين يعني أعرف إحنا متعودين ماتش ده بيبقى في نهاية الدور الأول وبيبقى تسوقين بس في النهاية والدور التاني برضو في نهايته لا خلي بالك ماتش الأهل والزمالك ده فرقو أنت تعلم هذا ماتش الأهل والزمالك ده مش بتلاتة بانط ده بستة بانط آه ماشي صح لكنه بيفرق كتير جدا وممكن بتبقى لقى حسابات تانية أنا قلت لك أنا أول ما تحطي الجدول طيب أنت أنت تحب الماتشات الزيكية بتتلعف في وسط الجدول ولا في نهاية الجدول هو ماتش زيه ماتش بتلاتة بنت صح عصد أنت ما بتلعبش كاس أو بتلعب نهاية بطولة أنت بتلعب مقبرة ماتش زيه ماتش بتلاتة بنت لكن هو هل تفرق في الجماهير صحيح قيمة جماهيرية العالم العربي كله بيتفرج عليه أولاة لكن في النهاية اللي بيحصل أنت المبارد يا بتتحسب حسابات تانية أنت مش عاوز تبين ممكن ما تبقاش عاوز تبين المنافسة من بدري طيب أنا قبل ما أطلع للفاصل يا كابت الماتش ده لو كانت لعب كان هيروح لمين نتيجة الظروف الحالية بالنسبة للفريس لا كانت استقرار النادي الألي يعني كفرقة مستقرة وفرقة كسبانة ونفسيتها مرتاحة النادي الزمالي كان عنده مشكلة فالنادي الأهل يلعب على الحتل طيب هطلع لفاصل كافة أنه نرجع نكمل كلامنا عايزة أتكلمك على الماتش سموحة وزمالي وفرص الماتش وزمالي وأيضا الأهل والاتحاد ماتش برضو قوي جدا في ظل وجود طبعا كابتن حسام حسن كمدير فاني اللي نادي الاتحاد فاصل وكمل كلامي مع كابتن نابد طيب رجعنا لحظكم مرة تانية النهاردة كان في قمة الدوري السعودي الهلال والاتحاد بمشاركة طبعا نجمينة الكبير أحمد حجازي المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي واحد وأحد يمكن كان فيه لقطة طريفة كده بالنسبة لأحمد حجازي أنه لمس الكرة بإيده والحكم مشاه فدي حاجة كويسة برضو أنه نجمينة ما يتسببش في ضرب الجزاء أحمد حجازي طبعا احنا بنحبه بنحب دايما أنه يبقى في أحسن حال ويمكن طبعا تقلقه فيه الدوري السعودي والناس بيتغنوا به هناك فيه الدوري السعودي وبالتالي كل التوفيق ليه دي لمسة اليد أمامنا على الشاشة الحكم كان طبعا جوه منطقة الجزاء والحكم مشاه يعني من غير حتى ما يبص حتى على الفرح وكان ماسك جميز النهاردة الرجل اللي بيخاوب ده وقال بالك حجازي باللعب الرجالة جدا والسر ده بكات اللعبية تكورة كمان طبعا لا لعب كويسة يعني من اللعب اللي بتركزه اللعب بعرفه وانصلحته بشكل جديد فرص سموحة في الفوز على الزمالك كبت ده خلينا أقولك السموحة بعد المباراة اللي فاتت فيه دي جلان شفت أنهما بلعبوا كرة سريعة بلعبوا على الهجمات المرتدة بلعبوا يمكن قريبين خطوتهم قريبا ما بعد أكيد كل الفرقة ثم تساوية لكن برضو ناجز زمالك وانتنساش أنه بلعب ناجز زمالك ناجز زمالك بيحتاج الفوز عايز يكسب المورادي عشان يعدي البرلمان يكون عنده استقرار يدده دفع في المتشاط اللي جاي لكن هي المباراة تبقى صعبة صعبة جداً هتبقى صعبة ومباراة الأهل والاتحاد بقى تبقى صعبة وانا عايز أكلمك فكرة حسام حسن وتواجده فيه نادي زي الاتحاد شعبية نادي الاتحاد بيعرف يتعامل مع نادي الأهل أو الفرقة كبيرة مش بلعب الكلام على الأهل بس هو بيعرف يتعامل مع لعبته فروق قبل ما تتعامل مع نادي الأهل انت بتتعامل مع لعبتك بتدعى دفع كويسة جداً كان أنا شفته ممكن من الناس اللي كابتن حسن بيتكلم معاه هو بيكلمهم حاجة كويسة جداً بقولك انت عدا شرف لعيب قدام عدا شرف لعيب يعني انت عدا شرف فانيلا قدام عدا شرف مع احترامي للإسم يمكن هو عايز يكسب وبيلعب على المكسب دايماً عنده لعبك كويسة جداً عنده لعبك عنده أحلول في الملعب عنده سي سي عنده خالد أومار عنده عمار صحيح فعنده لعيبة كويسة جداً فعنده لعيبة كويسة جداً لكن عنده بعض الأخطاء بسيطة ممكن يتلاشاء في خط الدفاع لأنه ما بيلعبوش على المال أو ببسكوش بيع فيه سراحة بسيبن باك الجديد اللي هو اللي جابوه السنة دي مش عارف من اين من اين يا جماعة بس عشان ما تذكره كويس جداً لا هو كبتن كم من لعيب بيعرف يختار لعيبة واللعيبة كمان بتحبه فدي تفرق مع اللعيبة بشكل كبير لكن هو من المدربين اللي هو بيعرف يلعب الماتشاطي كبيرة زي الأهل والزمالك وبيلعب دايماً على المكسب فأكيد قد تبقى مباراة صعبة برضه لأنت كمان نادي الأهلي لسه ملعبه من فترة في الدور قبل نقف الكاس وعمل ماتش كبير جداً وكان متقدم في الماتش وممكن كسب برامة في برامة 2-0 وقعلى فكرة جاب جنين وضيع أهداف كتير جداً لكن هو عنده دفع للفوز كبير حسام حسن بيلعب على المكسب دايماً هي فكرة المكسب دي موجودة عنده دي ممكن كسب النادي الأهلي فكرة المكسب؟ لا النادي الأهلي متعود دايماً يا فروق ان بتلعب زون ديفنس عنده أو بتلعب عليه ما عندكش ان انت دايماً الفرق تهاجمك النادي الأهلي ما عنده زي لكن عندك فرق بتعرف تهاجم بتعرف تلعب النادي الأهلي بتضغط عليه من بدل لكن النادي الأهلي نادي كبير بيعرف يلعب على 3 بنت وبيعرف يكسب 3 بنت اللعاب اللي بقولك عليه كابتن اللي في الاتحاد جابوه السنادي هو كابتن منتخب جامايكا لوي هو يعني موجود السنادي وتعاقده معه مخصوصين منه جدا أكيد هو أختاره بعناية وكابتن عزامي تفرج عليه بشكل جميل جدا يمكن أنت بعثت له فيديوهات وتفرج عليه في الملعب أكيد هي في الاتحاد بيعرف يلعب كورة حتى طبعا التأقل الممكن بياخد وقت معه بص يا فاروق خلي بالك أنا كنت بقى لعب ليبرو أنا لما كان بيبقى جنبية 2 سنة لذلك كانت لعبية كورة كنت أنا برتاح سألك سؤال كابتن ببقى برتاح فكرة أن أنا كسرد بقى قوة جثمانية كبيرة ولا بعرف أقف كويس لأ بص انت كان جنبك مشير حنفي دلوقتي أيمن أشرف لأ بص بص يا فاروق ما كنتش هتبقى عندك لعب كورة مهما كان الجسم ومهما كان الحجم ومهما كان لكن انت بتعرف تمسك انت كنت بتلعب في فروت لو واحد مسككك طوله المطش أنا كنا بنقول أنا ممكن أنا كنت بقولك أمونة لو الفروت طلع بره أطلع معاه وكان بيمسك ما بيدلوش مساحة ما بيدلوش فرصة ممكن أنا رجل أقولك حاجة من السردبكات اللي كان الجامد برضو مشير حنفي يعني مشير حنفي أنا كنت لما كنت بقوله يمسك لعيبة الفراو ده كنت بدلوه أحرف واحد في الفرقة اللي هو مين في الناد المصري برهم المصري في الإسماعيل الصلاح أبو جريشا في الزمالك بيمسك أيمان منصور أو كاس سعيد فأنت النهاردة بتخليه أو أحمد الكاس في الأولمبي فأنت بتخليه يمسك يعني دايما بقولي السردبكة يا فروت لو الفرود اللي ما عليك ما جابش جنيب أنت أحسن لعب في المطش أحسن لعب في المباراة فأنت النهاردة برضو لعيب الكرة لازم يكون عنده سجايا أنت لازم تفتح على الخطية أو لما الكرة تبقى معاك لازم تفتح برضو ما أجاوبتنش الكنات الجسمانية ولا بعرف أنا واقف بشكل كويس بتعرف تمسك مش شرط أنت لكن بقف كورة يعني أيمن أشرف بتشوفه إزاي كويس خلي بقى لك أنت برضو أيمن أشرف بيلعب التراري سلزبكة أيها بس بس هو ما بيلعبش لكن هو ما قدها بشكل كويس خلاص هو التزم لأن أنت عندك علي معلول في الحتة دي ما حدش قاعد علي معلول صحيح فأنت بتلعب الحتة دي وإلاك والعبين أحسن هل لك ألعب بدل من ألعب خلي بالك معه لو ملعبش كده مش هيلعب صح وأدها بشكل كده جدا لا هو راجل جدا وبقاله فترة يعني وبعدين علف في حاجة كمان إن أيمن أشرف بيزيد يا فروق دي حاجة مهمة جدا أنت سردباك بيدور على مساحة طيب ويقدر يزيد في حالة رجوع صعد سمير وإحنا الحمد لله على سلامته طبعا ورجوع رمي ربيع وهو موجود أيمن أشرف يوعد بص النادي الأهلي دايما فروق اللي تكسبوا لعبه بجانب ضب بدر بنون يعني بدر بنون لا بدر بنون لعب كويس هيلعب أساسي هو هيلعب بس هتبقى منفسة كبيرة وده هتخلق منفسة في صالح الفرق لأن أنت كمان عندك يعني أنت بتلعب في أفريكا وتلعب في فبراير فأنت المشوار طويل فأنت المشوار طويل ومحتاج كل اللعيب لكن هتبقى منفسة كويسة وكوية وده هتصب في صالح الفرق لأن أنت النهاردة اللي بيلعب مش عاوز يطلع أو مش عاوز يقعد واللي ما بيلعبش بيدوس أو يتمرن كويس عشان يخدش ياخد فرصة وخلي بالك اللي هيمسك الفرصة في أهم مش هيسيبها أيمن أشف مسك مش مش هيسيبها لا لعب كويس لا فروط كويس في زل الإصابات اللي بتيجي للعيبة الصراحة لا ربنا يبعد عنهم من الإصابات اللعبة قول نهاردة يعني أيمن أشف أخد كدمة كده في دماغه بس يعني الحمد لله بسيط تفكر كنت حسام حسن ولا كنت مريم اللي كان نجلي مشروخة وكان بيلعب بس كبير حسام أنا أقول لك على حاجة أنا كنت منامع في القوضة يعني كان عندنا تلاجة مليانة تلك ما أنت عارف أنت كنت بتنمع في المنتخبات وفي النادي اللي ألو عارف يعني هو طول الليل على السرير حاطت تلك لو في حاجة في كدمة ولو مصاب ما يقول لك شي عايز يلعب لا بيحب اللعب عاوز يبقى موجود يعني بالك عنده كان عنده ميزة برده هنقول لك على حاجة بالسفر قوة التحمل بالنسبة لإصابة موجودة ما عنده حاجة هقول لك على موقف حلو كان بسببك يعني يعني كنا بنتعالج في ألمانيا وإنت كنت بسم الله ما شاء الله طالع صغير ومتقلق أنا ما كنتش بناية فاروق لعيب صغير لعيب جامد يعني عارف أنت لما بتتكلم أنا عارف أنت كنت بتحبه هو بيحبك أنا تقول لك أنا نخلش عليه بأي باس جوتة لا بس عايزة أقول لك على حاجة أنت برضو لما كنت بتلعب جنب وحسام حسن هو كان يساعدك بشكل جدا وبيتكلم معانا بسلوب كويس يعني عايزة أقول لك على حاجة أنت ممكن من الأوقات أنت كنت بتنامع فروضة هو حابب أن ننمعك عابب بتتكلم معك كثير يعني أعمل إيه يعني أنت فهم بيحبك فدي ميزة كويسة يا فاروق لكن عايزة أقول لك على حاجة إمكان أنا كنت عادة أتكلم معاه بعدين أنت عامل ماتشات كويسة جدا ومطلق وبيتجيب إجوان فأول فكان يقعد يسأل وفاروق يعني ممكن ياخد يا كابتل يعني تفهم أعزولك فأقلت أتكلم مع كوشري بقى وعليمير لا أنا ما حضرتش عليمير لا لا حقيت كوشري لا لا حقيت كوشري فليكس كان موجود بردك كوشري كان أتنين دويته زي فلافيو كده وأماد ميتعب لا بص بص فاروق عشان بس الناس تفهم اللي كان بيتقال في الأقضاء الزمان يعني الأجانب عندهم ميزة أنت بتثبت تشكيل فكان عندك حسام حسن وفليكس من احترام العرقاب صح فانت النهاردة الاتنين دول ماشين كويس وبيجيبوا جوان وعلى طول بيهدفوا فانت عشان تلعب كان بتبقى صعب لكن مش عشان حد يقولك ان كان الحسام حسن بيتدخل في التشكيل أو بيقول ما حدش بيقدر يكون الكلام ده كله لكن كوشري كان لعيب كويس جدا وكان بتجيه له الفرصة وبيلعب ولما كان بيلعب بيهدف وحضرت عليمه على إبراهيم طيب؟ لا ما حضرتش على إبراهيم؟ لا ما حضرته مع تسوبل لا انا مشي مع تسوبل يعني انا تسوبل جوا انا مشي كان اخر سنة ليا كان مع هولمن لا بس اعزي اقولك الحاجة يا فروق الجيل بتاعنا ده كان اللي يخش واسطينا يبقى وحش بطل عشان يلعب وانت عارف الكلام يعني الجيل ده بطل ناس كتيره كان حصل اجتماع مع مستر هاريس قالك انا عندي 11 لعيب وهل من نفس الكلام الكلام بتاعهم واحد قالك اللعيب اللي بيلعب بيموت نفسه بيفضل ماسك في الفرصة ما يسيبهش واللعيب اللي ما بيلعبش يموت نفسه بالتمرين عشان لما تجيله الفرصة ما يسيبهش صحيح بالتمرين عارضة بهذا التعادل ليستر بيفضل في الوصافة بالنسبة ليه البريمير ليج اتنين اتنين مباراة كانت جميلة جدا ما بين الفريتين ايضا فولم مع ساوث هامتون تعادل سلبي سفر سفر واستون فيلا مع كريستال بالاس تلاتة سفر ليه استون فيلا اما الارسنال بيفوز على تشلسي تلاتة واحد نجمينا انني النهاردة شاتشوطة جات فالعارضة ايه بس كان يعني كان نفسنا برضو الامور معايا النهاردة يبقى عنده شوية حظ بس لكن تلاتة واحد لارسن نهاردة في مباراته امام تشلسي ايضا شيفل يونيتد مع ايفرتون ويفوز واحد سفر لأيفرتون على شيفل يونيتد ومانشستال سيتي بيفوز على نيو كاسل اتنين سفدي مباراة الاسبوع الخمستاشر في الدوري الانجليزي بريمير ليج كابتن دوري انجليزي ممكن احنا في البوكسنج دي بقى خلاص احنا بالنسبة للدوريات او الدوري الانجليزي بالاخص بتبقى ايام جميلة جدا هناك بالنسبة لهم ايام ما كان فيها مهير ايام ما كانت الدنيا لطيفة بس مازال متعة برضو واقصارة في هذا الدوري انك بتتفرج على الدوري ان انت بتتمتع بكمية اللعيبة الحريفة اللي في الموجودة بتفرج على ليفربول تفرج على النهاردة تفرج على منشستال يونيتد وليستر سيت اتنين اتنيني يعني ماتش بغاية القوة بتتفرج على الفكر الجديد يا فاروق انت بتتفرج على التحركات اللعيبة في الملعب ماذا التزامهم في الملعب خلي بالك يمكن لو تسألنا انا اتعلمنا ايام الاحترافة اتعلمنا الالتزام الالتزام في داخل الملعب دي شغلتنا لكن سواء موجود الجمهير او مش موجود الجمهير انت بتتمتع بالكورة الاوروبية صحافة ايطالة صحافة انجلترا صحافة اسبانيا فدي بتديك المتعة او ان انت حابب ان انت تتفرج على المتشوق طيب قبل ما اروح لفاقة السور كاتن بس اقول لكم النهاردة الجدول يعني بعد دوري مصري الجونة في المركز الاول برصيد 8 نقاط لعب اربع مبارات فاز في اتنين وتعادل في اتنين طبعا كابتل ناردش حتى نجم النادي الالتزامي والمدير الفني لنادي الجونة طبعا سعيد بوجوده الاول مرة كان مدير فني مع فريق ويبقى متصدر جدول الدوري في الاسبوع الرابع بالفكرة شخصيته قوي لا بالنسبة لي ايه شخصيته عجباني جدا اه لا يعني مع الوقت لا هو فيه لعيب مبارح اسلام مع الوقت هيبقى لا وعنده لعيب حتى مبارح بيلعب لنفسه راح شده من الملعب فيه مداربين تاني يقولك لا اصبر عليه مدير مدير فني لكنهم مدارب شخصية او اتنين انا بس حبيت اقول بس الجدول طبعا بعدين الاهلي بعدين سراميك كروباتران مصري اسوان البنك الاهلي اسموحة غاز المحلة الزمالك يعني انا بس حبيت اقول الملاحظة الخاصة في فريق الجونة خلينا نروح لفقرة السورة كتابة الدهب مع حضرتك حبتديها باول سورة مصطفى محمد تقول له ايه يعني فروت كويه صورة كرار كرارك انت شايف اللي في مصلحتك سواء بالقعادة او سواء بالرحيل لكن انا اتمنى لك التوفيق لان انت من الفراغ ده كويسة جدا طيب الصورة اللي بعدها فرجاني ساسي كابتن ارضو نفس الطريقة لعيب مهم جدا هو لعيب كويس جدا وبقاءه في نادي الزمالك بيدي دفع للعيبة ويدي كوة للعيبة فلوس ولا يستنى بقى بالنسباله نادي الزمالك زي ما هو بيقول بحب الاتنين يا فروت الاتنين هو لعيب محترف وبدغر على الفلوس طيب سرينو انا شايف ان الموسماني مركز عليه بشكل مري جدا انا صمم على التعاقد معاه اتمنى انه هو فيه طبعه من هو ولا ولتر بولي لأ امكان انا اتفرقت عليه اتفرقت عليه في سانداولز من اللعبك كويسة جدا هم الاتنين هيفيدوا النادي الزمالك بشكل فترة ايا منهم متواجد هيفيد النادي الزمالك مواصفات قصد انا قصد المواصفات الانت عايز لعيب يعني انا بقولك مواصفات ده انا كمحمود ابو الدابلة ما تيجي تتكلم اقولك انا عايز حد جوه السندوق يخلص او يفنش الهجمة بتاعت النادي الالي انا دايما النادي الالي بيلعب على الجون بيلعب على ثلاثة بنت انا هو النادي الالي بيدور على اللعيب اللي يخلص للمطشور تمام طيب الصورة اللي بعدها محمد شريف كابتر انا قلت لك ده مستقبل كبير جدا في مصر متخب مصر النادي الالي من اللعبها كويسة جدا اجابة على الجون لعيب ملتزم لعيب راجل في الملعب واتمنى له التوفيق في الفترة الجاية ان شاء الله طيب الصورة بعدها بدر بنون لعيب كويس عنده ثقة لسه هينساجم كمان يا فاروخ مع اللعب مع النادي الالي فكرة التكملة والتهديف ممكن تلاقي منه اتمنىها بل انت بتشوق يعني بولي تلاعب دي بطريقة اللعب احنا كانت على ايامنا كنا بنلعب بثلاثة خمسة اثنين الوقت انت ملتزم ان انت في لعيبة بتقضيها بشكل لكن المفووض يزيد لان انت ما تخافش انا عندي سردباكات زي ايام انا قشف يزيد عندك بدر بنوم يزيد لان انت عندك دين سردباكات صحيح ديفندرين بيستنوا عندك اذا كان حمد فتحي او السولية او يانج فباللعيبة دي بتستنى فانا بقول لك ما تخافش يطلع تمام طيب موسيماني يعني دارب كويس يعني شخصيته عجباني جدا عمل طفرة في النادي الاهلي بعد كورونا النادي الاهلي كان زمان في اللعيبة ما تضغطش الوقت بقى بتضغط واللعيبة بتلعب على الكورة التانية فدي عنده الضغط بيلعب برس على الفرق فدي عجباني جدا طيب الصورة بعدها كابتن طلعت يوسف هل بتشوفوا انه هو اخد القرار الصحيح بتعاده عن نادي اسماعيلي؟ يعني انا من وجهة نظر انه امه كن يكونش بص انا اتعاملت معك كابتن طلعت يوسف مغدا نظر طبعا السبب ايه؟ اتعاملت معك كمدير فن في بلدية المحلة في اخر فترات يعني من المدربين اللي شخصتهم قوية اكيد هو اشوف حاجة ما عجبتوش ففضل انه يرحل لكن نسيبك من اسرية ومش اعرف احنا باسكندرية وتسمعليها ساعة افرو مش بعيدة لا مش بعيدة يعني للطريق من اسمعليها لا لا ما عليش خلينا بس اقولك ما احنا عايزين نطلع مباردات الناس تتصدقها او الناس تقولك انها في مصدقية في الكلام يعني كابتن طلعت لو جاله عقد دلوقتي انه يمرن في الطاهرة مشاي الكابتن طلعت يوسف موسيق المقاصة في الفيون من المدربين الكويسين المديرين في النين الكويسين لكن خلي بالك الكابتن من معرفة ليه الشخصية انه عنده اسبابه ممكن مرتاحش او ممكن شاف انه فيه حاجة غلط خلي بالك اسماعلي بيعاني بشكل جميل جدا طيب الصورة الاخيرة كابتن احمد مجاهد هتمنى له التوفيق من الشخصات المحترمة جدا هتمنى له التوفيق في الفترة الجاية الحملس تقيل عليه بشكل كبير احنا قرار الانتخابات والقرارات دي دي مهمة في الوقت هو يعني اتدوق دول اتدوق دول لقوا عنده خبرة صحيح اشكرك كابتن مدهب نورتين وشرفتين ان شاء الله نشوفك في حلقات ان شاء الله مستمرة بنستمتع بكم كل سوان طيب داخلين على راس السنة معرفش هشوفك بقى بلاها ولا لا بس احنا متوقفين بقى السنة جديدة مع بعض حبيب كابتن مدهب اشكركوا ان شاء الله حلقة جديدة من البريمو واكيد مستمرين معاكم بكل الاخبار والحصيات الخاصة بالبريمو صدقوني احنا بنجيب لكم الاخبار من جوه اسبوع على خير